عادة اسمها لعيك باختصار شديد النهاردة كولر زاكر ولعبة النادي الاهلي سقطته حل كولر زاكر ازاي فلومانسي النهاردة هو فريق بيلعب كرة ارتجالية شوية كرة بتعتمد على الفرديات كرة ملهاش تاكتكس واضح فيه شوية ارتجالية فيه اعمار سنية كبيرة في لعبة فلومانسي وده يحاول يستغلوا مستر كولر النهاردة النهاردة الاهلي كان بيحاول ان هو يضغط من قدام عشان يحرم الكرة يحرم فريق فلومانسي من الكرة من الاستحواز بالاضافة ان هو مجرد مباطع الكرة بلعب على الكونتر ارتجال سريع على الاطراف سواء عن طريق بيرستاو أو عن طريق حسين الشحات كولر زاكر ده وحاول يطبقه في ارض الملعب وده حصل وبالفعل العيبة الاهلي حاولت تعمل ده وتحديدا في الشوت الاول وهنعرف ليه في الشوت الاول وليه مش في الشوت التاني ما حصلش جودة التنفيذ نفسه هي دي كانت المشكلة النهاردة النهاردة لو جينا نشوف العيبة النادي الاهلي في الشوت الاول هنلاقي عدد فرص كبير جدا بنوصل به هنلاقي ان العيبة النادي الاهلي بتطبق الضغط العالي بشكل هيل جدا وبنستخلص الكرة بشكل مميز هنلاقي ان الفريق بيوصل وفيه مساحات والفريق عنده شكل واضح واستراتيج واضح في الجيم رسمه بيحاول يطبقه ان انا اضغط عليكم القدام عشان احرمك من الكرة امسك الكرة لعب على كونتر اتاك السريع على الاطراف اللي هي عندك نقطة ضعف نقطة ضعف في اللومانسي ليه لان عنده مارسلو عنده 35 سنة وعنده الباك اليمين عنده 33 سنة وابطأ اتنين في الفريق فانا بلعب عليهم وبالعب على كونتر اتاك وراهم الاهلي حاول يطبق ده حاول يطبق ده في الشوت الاول وممكن نشوفه معنا يلا شباب نعرض على طول لو جينا نبص على الحالات معنا دي اعمار الفريق طبعا دي اعمار لو جينا نشوف مارسلو 35 سنة في لب ميلو 40 سنة وعندك كازيفيا ده 33 سنة معدل الاعمار على الاطراف كبير فانا ما جاي لعب على كونتر اتاك عشان ألعب على سراعة لازم ألعب على الاطراف لان هما الاطراف عندهم فيهم مشاكل شوية في القوة البدنية خلينا ناخد الحالات وابطأ الاثنين النهارده الصغيرين اندريا ومرتنيا اه هم اللي في نص الملعب اندريا ومرتنيا استخلص الكورة ألعب على كونتر اتاك السريع بقال عدد بساطة كون موجود في الصندوق عند فلمانسي هنشوف الكورة في نص الملعب نكمل حالات قطعها ماروانا عطية طلعت لحسين الشاحات بسرعة البرستاو وداف المساحة الفاضية انا وديتك انا وصلتك للصندوق انت كبرستاو هنا كان معاك مساحة وكان معاك سرعة وصلت للمنطقة اسرع بس اتأخر في الفينيش فالحقها في لب ميلو استطلع الكورة لو جينا نشوف الحالة اللي بعدها نلاقي نفس الفكرة انا باستخلص الكورة ماروانا عطية استخلص الكورة النهاردة ماروانا هاجل كل الكورة الخطيرة بتاع النادي الاهلي كانت من استخلاص من ماروانا عطية وياسر ابراهيم نهاردة قصة تانية ياسر طبعا طلعنا بالكورة رحت الكورة في نص الملعب لي بيرستاو انا عايزك تشوف الفكرة نرجع للفريم اللي قبل ده الفكرة ان انا اول ما مسكت الكورة بيرستاو في نص الملعب هو امام عشور فاهم هيعمل ايه عشان فيه مدرب مذاكر له قال له ان الكورة هتمسكها تروع على الاطراف امام عشور رأى على الطرف اليمين وهنا حسين الشحات رأى على الطرف الشمال نكمل الفريم تاني نكمل بيرستاو هايطلع حسين الشحات حسين الشحات هنا نكمل الفريم اللي بعده عالي معلول جاي هو نقف هنا حسين الشحات هنا لو خد قرار صح الكرة دي جون يعني حسين الشحات فكر ان هو يخش جوه الملعب وامل نفس الكرة اللي لعبها في الاتحاد نلعبها شب في الجون فهو كمل كمل نكمل الفريم اللي بعده هنلاقي علي معلول تطلع له هنا لو طلع اللي علي جون خلاص فكرر ان هو يشوت فالكرة تقطعت الكرة دي كملت بالمناسبة وكهرابا ضيع كرة جوه السكس يارضا مدعش فقا افكار مستر كولر كانت بتتنفذ والرجل كان مذاكر بس انت وصلت ما قدرتش تستغل اما نشوف فورستين برضو معنا فورستين سريعا نشوفهم دول ما يدعوش ما ينفعش الفورستين دول يعني دي كرة الكهرابا في السكس يارضا كرة ما تضعش في السمي فاينال انت عايز روح تلعب نهائي فضعها كرة زي دي بيرستا واختها في الشوت تاني الكرة دي تترجعها كل ماتش تاني وتتعادل ويتضيعها فكولر عمل اللي عليه كولر كان مذاكر وحاول يطبق وحاول يفوز وتحديدا في الشوت الاول لما بدانيات لعبة النادي ده لي كانت مساعدة ولكن لقيت النادي الاهلي سقطت والدليل عن اللي انت قلت له ده بقى بالزبط انه اللي فرج على المباراة بتاعة في رومينزي وبوكا جونيورز في في منال كاس لبرتادورس لا الاهلي النادي لايبRonald بيحسم ب 감ون بوكا جونيورز الاكتبع النهار دا الاهلي يعني شفت الفريق دوت قدام بوكا جونيورز كان اختر من كده بكتير انا حاسيت النادي الاهلي انهاردا تفوق تيكتكيا مش بكلم عن مستوى الفرغ مكان يا فورست